السلام عليكم حياكم الله و بياكم في هذا المقطع الجديد هذا المقطع المنتظر للجميع منصة صنع تطبيقات احترافية جدا 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 تمام آسف على الصوت المنصة ما فيها كانت مدفوعة السعارها غالية جدا صارت مجانية للأبد هذا بكل اختصار رح أتوقع عني وفيت وكفيت فيها رح أترجم ونفوت على المنصة شو رح تقدم إنها منشئ تطبيقات ومصمم التصويق عبر انتونيت تطبيقات احترافية بشكل لا يوصف تمام يبدأ السعر من صفر دولار كيف تعمل تنشئ تطبيق أقل في خمس دقائق تختار قالب تضيف بعض المحتوى ربط الشبكات العنية الخاصة فيك تصدير التطبيق ونشر على جوجل بليه هذا بكل اختصار تمام قوالب مصممة لكسب المال يعني هي بتصمم لك قوالب جاهزة يمكنك الربح زي انت شايفت العاب احترافية تطبيقات احترافية يوميا ذلك تمام فيها مستويات طبعا في تحقيق الارباح في ناس عم تحقق مئة دولار يومي وخمسين الف اتوقع يمونشئ تطبيقات تدريب على الانترنت قالب اصلي التسييل المباشر يعني الارباح طبعا اختارات دفع غير محدودة من نفس المنصة بدون استخدام اي وسيط مثل الفاير بيس واكاديمية مجانية طبعا تحتوي على ثلاثين درس عنا عن ذلك رح نشرحها لحنا ان شاء الله تمام رح نرجع رح نروح على الخطط والتسعير رح نترجم طبعا المنصة زي ما تشايف الغت جميع الخطط المميز اللي هي كانت اسعار غالية جدا وخلتها مجانية بشرط واحد رح يعطوك خطة مجانية مدتها عشرين يوم خلال العشرين يوم يجب انك تربع تطبيق واحد من تطبيقاتها على كوغرابلا ورح يعطوك الخطة الكاملة لمدى الحياة تنشر تسود يعني الارباح صافية الى كل شيء لك صافية تمام تمام فهمنا الموضوع المنصة مجانية اعلاناتها صافية لك مية بالمية بدون اقتصاص اي شيء من المساعات العنية او الارباحك شرطها الوحيد انشاء شرطها الوحيد اللهم صلي على سيننا محمد انك تنشر تطبيقاتك تطبيق واحد على جوجل بلي انشاء تطبيقات غير محدود الوصول لجميع القوالب المجانية اكسب عبر التدريب والاكاديمية تحقيق الدخل عبر ادموب الاحتفاظ بستين بالمية من ارباحك هاي شو المقصود فيها يا جماعة الخير الان المنصة تطبيقات احترافية ارباحك خلال العشرين يوم صافي اليك مية بالمية تمام صافي اليك مية بالمية لكن بعد العشرين يوم بس انت ترفع تطبيق على جوجل بلي يقبلوا تطبيقك تمام رح يقتصوا تقريبا نسبة ما بين عشرين بالمية الى خمسة عشر بالمية وهكذا يعني من عشر بالمية لعشرين بالمية نسبة الظهور وليست نسبة ارباح مثل ابيت ومثل مبيزي مش نسبة اقتصاص ارباح انما نسبة ظهور للإعنات لكن رح تربح منها صدقني عن تجربة عن تجربة عن تجربة تطبيقات احترافية جدا انصح الجميع باستخدامها ويستغنوا اي منصة مدفوعة يستخدم هاي المنصة هاي وآبي كرياتور رح تكون هي السبيل في الربح لكم فقط فقط تمام تمام يعطوكم خطة مجانية مدتها عشرين يوم خلال العشرين يوم يجب انك ترفع تطبيق على جوغا بلي ورح يعطوكم خطة مجانية للابد لا دين واحترافية جدا تنشئ اي شي بدك يا رح ننشئ حساب تسجيل دخول ان كونك ما عندك حساب عفوان بنحط اشتراك زي ما انت شايف بتختار الخطة هاي اللي هي المجانية لمدة عشرين يوم اللي اذا بترفع تطبيق رح تكون خطة زي ما انت شايف هاي هي كل شي رح يكون اليك مجاني للابد الابدين اذا ترفع تطبيق واحد فقط على جوغا بلي وتكبس تحقق انتم انتهى رح حط اشتراك بالخطة هاي اسم المستخدم وايميلك والباسورد فقط هذا هو المطلوب يصلك بريد ويفتح لوحة التحكم الخاصة فيك انا عندي حساب رح حط تسجيل دخول تمام ها هو الحساب لا مش هذا رح سجل دخول وارجع لكم تمام هاي الحساب رح سجل دخول دخل معي الحساب ها هو لوحة التحكم الخاصة فيه زي ما انت شايف انا بالمستوى الثاني طبعا كل ما تتعدى مستوى رح يطوك مميزات كبيرة جدا للارباح وغيرها المنصة جميلة جدا وبسيطة جدا تبقى علي 12 يوم لان ما نشر تطبيق قبله بعد ما تنشر التطبيق رح يعطوك خطة زي ما انت شايف مجانية للابد اقرأ شو كاتبين اليك هنا فجنب التطبيق رح تقول التحقق من النشر وانتهى ونحن تأخذ الخطة المجانية لابد الابدين استغلوا هذا الشي رح عروح على التطبيقات الخاصة فيه زي ما انت شايف مسوي تطبيقات اه هنا الاكاديمية اذا بدك تتعلم زي ما انت شايف فيه اكثر من 30 درس هنا الاشي المهم جدا اللو هو المتجر متجر تطبيقات هذا شي جديد يمكنك تشتر تطبيقات بخمسة دولار بعشرة دولار بسبعة دولار تطبيقات منشورة على جوجل بلاي او تطبيقات منشورة على جوجل بلاي جاهزة فيك انت تستخدمها فقط بخمسة دولار شوف كم الناس عام تبيع تطبيقات وفيك انت تبيع تطبيقاتك وفيك انت تبيع تطبيقاتك هون في المتجر الخاص في هاي المنصة وفيك تشير تطبيقات مباشرة بتعدل عليها وبتغير اسم الحزن بصير التطبيق كأنه لك ما في اشي يهمنا هون فقط هان تمام بنروح الان على التطبيقات كون انت رجيك هان لا يوجد اي تطبيق فبحط انا هون اذا بدك تستخدم تطبيق من المتجر الخاص بهذا المال للشركة فانا بنحط create new app تمام راح يفتح معانا هاي القوالب بمكانك تصنع تطبيق قرآن كريم والصوتيات وموسيقى ومع ذله تمام وتطبيق live video اللي هو اللهم صلي عن نبي الاشي راح يضرب معاك 100% هذا الشي هذا الشي اللي صار مطلوب في 2021 و2022 اللي هي خلفيات الفيديو راح نشرع عنها فيما بعد ان شاء الله تمام تمام زي ما انت شايف تصنع تطبيق مدونة تطبيق كيبورد زي ما انت شايف اشياء احترافية جدا 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 هون تطبيق خلفيات هون تطبيق مشغل فيديو هون تطبيق live يعني خلفيات online هون يوتيوب طبعا في نماذج اكثر 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 بتروح على زر 3 هات طبعا كلها مجانية لانو المنصة صارت مجانية اصلا زي ما انت شايف تنزل تحت صار في عنا قوالب جديدة زي ما انت ايضا قوالب ان شاء رح تنزل قريب تمام رح نختار اول قالب لهو القالب الصوتيات بنحط اختار هذا النموذر زي ما انت شايف بقول لك اختار اسم التطبيق رح اقول اسم التطبيق صقر محمد او خلينا نقول تطبيق قرآن كريم اصدار التطبيق رح نخلي واحد واسم الحزمة بدون كوم هو رح يضع عليك كوم تلقائي بتحط اسم الحزمة بدون كوم اذا حطيت كوم رح ما يقبل الموقع تمام رح نحط مثلا ساكر محمد او عفهم بدون نقطة هاي منصة ما تقبل نقطة محمد فيش اي مشكلة واسم ساكر مثلا قل لك ايقون التطبيق قاب ايقون تكون 192 في 192 رح اختار الايقون هاي اللي عندي تمام تمام بقول لك هون رابط سياسة الخصوصية من مين اجيب رابط سياسة خصوصية اذا كان عندك موقع بتجيب واذا كان عندك موقع بتحط هيك الرابط بكون عندك رابط سياسة خصوصية هذا شي جميل جدا بحط لنا هذا الشي وبتحط نكست تمام انا بتعدل الالوان بالدكية لون الخلفية لون كذا كذا بتعدل انت بالدكية بنحط التاري تم انشاء التطبيق بنجاح اللي هو تطبيق القرآن الكريم تمام تمام ثماني تمام رح نشرح واحدة وحدة كيف نتحكم في التطبيق اللي هو تطبيق القرآن كريم تمام هاي الخانة واحد لتغيير محتوى التطبيق تضيف الصوتيات او الفيديوهات او الخلفيات هاي الخانة الخاصة للاعلانات وهاي الخانة الخاصة في بناء التطبيق وهاي الخاصة في الاعدادات خاصة في التطبيق الاعدادات العامة للتطبيق فيك تغير فيها اسم التطبيق اسم الحزمة وما الى ذلك تمام تمام الآن اول خانة زي ما تشايف المحتوى او استيراد محتوى او حذف المحتوى رح نشرح قبل كل شيء قبل ما تعمل بناء يجب انك تضيف اعلانات اد موب قبل ما تعمل بناء يجب انك تضيف اعلانات اد موب نروح على اعلانات زي ما انت شايف اد موب باي جوجل راح هنا في اشي يسمو اعلان تجربية عشان تختبر التطبيق فانت بتضيف اسم الناشر اي دي الخاص فيك ناشر طبعا مهم جدا ما في اي مشاكل مثل فقط عشان يسوي لك الادهال تيكست تلقائي تمام الادهال تكست تلقائي راح نشوي من داخل التطبيق هذا شي جميل جدا مرح سيساب ليك اي تقييد في اد موب هذا الشي ينضاف عشان ما يساب ليك اي تقييد في اد موب ستضيف ال ايد لتاع الناشر هون و كود البنر و الخاص في البيني تمام كود البنر والكود الخاص في البيني إعلان البيني وبضع حفظ سأضيف التجربية فقط لكي تختبرها فقط هذه البنر وهي التجربية البيني عفوا تمام تمام نسخ لصق انتهى الموضوع ترجع فوق لو أنه حقيقية هؤلاء الإعلانات لازم نضيف الـ ID الخاص في النشر ونضع حفظ تمام الحفظ إذن جاهز والإعدادات هنا تصدروا ABK والإعدادات هنا تحقق من النشر لكي يعطيك الخطة الكاملة مجانا لأبد الآبدين هذه المنصة تقريبا أفضل من ABK لكن تطبيقاتها جميلة جدا 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 وهنا الوب سايت هنا تعديل السياسة الخصوصية هنا الإعدادات العامة هنا إذا ترسل إشعارات للمستخدمين تمام؟ راح نشرحها فيها بعد إن شاء الله راح نروح على محتوى التطبيق كل يما تطبيق راح يكون له هذول الإعدادات الأربعة محتوى التطبيق أدد محتوى يعني إضافة محتوى راح نضيف صوت تمام؟ راح نضيف عنوان mp3 وأرجع لكم تمام؟ بعد ما جبت عنوان الصوت نضيفه هنا بقول لك ضيف لي عنوان الصوت مثلا ماهر المعيقلي وهنا بقول لك الفنان مثلا بضيف أي شيء هنا ماهر المعيقلي ماهر المعيقلي مثلا هنا الخلفية الخاصة في الأصوات تغيرها طبعا بلازم تغيرها يعني أنت وشطرتك تغيرها على التصميم فنحط له إضافة زي أنت شايف أضاف لنا وكمان إضافة أضاف لنا وكمان إضافة أضاف لنا وكمان إضافة أضاف لنا هذه هو المحتوى التطبيق فيك تضيف انتهانة أكثر من التطبيق مثلا وغيرنا حطينا ياسر الدوسري ياسر الدوسري وغيرنا الرابط وغيرنا كل شيء بنحط add تم إضافته تمام؟ والآن بعد ما نضيف add نرجع فوق بنحط حفظ المحتوى تم حفظ المحتوى بنجاح تمام؟ وبسي يعني هاي هي كل التطبيقات ومكانك تختار النموذج ثاني وتعدل وتسوي ورح نشرح كل هذا الشي لأنه بسيك تسوي تطبيقات احترافية جدا جدا ومتجر إلكتروني احترافي جدا بعد ما تخلص كل شيء بتحط استخراج تمام؟ بتحط استخراج تم جاري عمل ملف في الابك جاري عمل ملف في الابك طبعا عن فكرة بعض القوالب فيها التحديث الفوري مثل الخلفيات وخلفيات الفيديو والخلفيات الفيديو الأونلاين أما التطبيق الصوتي ما فيه تحديث فوري تمام؟ تمام جميل جدا المنصة وهائلة جدا ومجانية كانت مدفوعة بأسعار غالية جدا لكن هذه الميزة مجانية لأبد الآبدين مجانية 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 واحترافية جدا جدا أفضل من أي منصة مدفوع ممكن أنك تشترك فيها نصيحة لوجه الله تعالى بعد ما انتظرت يعني ثلاثين ثانية من هذا التحميل بقت بتحط رفرش للصفحة ما صارت بتحط كمان رفرش للصفحة بضعك تحط رفرش لما تصير تلقائه لازم أنك تتعدل اتحدث الصفحة عشان يظهر لك الابك تمام؟ صار عندنا تم التصدير نضع دونود ABK وتنزله كمان عصيقة الاب عشان تنشره على جوغا بلاي فنجربه نضع دونود ABK تم التنزيل انتظر فقط الرسالة واحد اثنين ثلاثة راح تظهر التنزيل على أي حال تم التنزيل فتح طبعا أحجام التطبيق صغيرة جدا ممتاز جدا وراح تتصدر نتاج البحث في جوغا بلاي بإذن واحد أحد إن شاء الله راح تفتح الآن زي ما انتا شايف أشياء احترافية جدا في حط الخلفية شفافة زي ما انتا شايف الإعلان البيني التجريبي ظهر لون إعلاناتك راح تظهر كمان 100% وراح تربح منها بإذن الله تعالى بنحط X زي ما انتا شايف سماح هذا التطبيق صوتيات غير الخلفية اللي بتكون موجودة هون تمام؟ زي ما انتا شايف زي ما انتا شايف تقييم التطبيق ورابط سياسة الخصيل اللي احنا بضعناه راح حولنا على الموقع الخاص في الرابط زي ما انتا شايف الإعلان التجريبي حريض هون هو إعلانك الصورة هاي قلت لك غيرها زي ما انتا شايف هذا هو تطبيق صوتي عملت في ثواني ومجاناً بدون اي اشتراك شهري من اي منصة ثاني راح نكبس على الصوت مثلاً رحنا هانا كمان نفسه لو رحنا هانا كمان نفسه رحنا هانا كمان نفسه إن وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا غينهم وأمرهم شورا زي ما انتا شايف حولنا لموقع السياسة الخصوصية نرجع للتطبيق زي انتا شايف اشي احتراف جداً رح تشوف الإعلان كيف رح تربح من هاي المنصة وعندها نماذج احترافية جداً 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 اللي هي زي ما انتا شايف اللايب فيديو بيبر هذي شي احترافي جداً جداً الداول لود ورح نضيفها خلفية اشي جميل هائل جداً هذا القالب يا جمعة الخير هائل جداً رح تكسب منه بإذن الله رح تكسب منه اللي هو مجاني وايزي لاحظة كلمة ايزي يعني سهل التعديل وفيه اشي مثلا ايزي ايزي هان يعني ميديوم يعني شوي صعب اللايب بيبر هذي رح اشرحها مهم جداً لأن معها لوحة تحكم معها لوحة تحكم تمام وفيك تستخدم الفول مع ذلك يعني خلفيات احترافية جداً والمنصة مجانية سارع في التسجيل إليها وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يرزقك ويفتح عليك ولا تدعى اي منصة ثانية تستغرف لك على اشتراكات شهرية مالها داعي وهي المنصة صارت مجانية وبعد ما تنشر تطبيقك على جوجب لي بتروح على تطبيقاتك اي تطبيق نشرته على جوجب لي بتكبس هون وبتكبس على اشي اسمه التحقق بعد ما يتحقق زي انت شايف بقولك تطبيقك ليس منشور على جوجب لي بعد ما يتحققون منشور على جوجب لي رح يطيك الخط المجاني للأبد الأبدي تمام؟ ها هي المنصة رح يكون فيها دروس جديدة في القناة والسلام وختا